السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مهندس عمر جلال سعدة وحلقة جديدة من برنامج دليلك للديكور حلقة النهاردة منكم وليكم هنهتم بالمداخلات لان احنا عاملين حلقة للانسان العادي ازاي انا ميزوقي بحيث ان انا اوصل ان انا اقدر اعمل ديكور شقتي ويطلع متميز وفي نفس الوقت خمات جديدة وافكار حديثة من غير مستعين بمهندس ديكور متخصص او عمالة متخصصة فهي الحلقة كلها للناس يعني فهيبقى معانا مداخلات كتيرة ان شاء الله انا مسمي الحلقة كان فيه كيفية تنمية الزوء التصميم عند الانسان العادي لعمل ديكور شقيته مهم اوي كل انسان ان هو يحيط نفسه بجمال او ببيئة جميلة عشان نفسيته تتشرب هذه البيئة ويوم اطلع اي تصميم او اقرر ان انا عمل اي تغيير يكون نابع من الجمال اللي انا عيشت فيه او اللي انا يعني دايما اللي متربي في صحرة مثلا بالتأكيد ان هو يبقى معتادة على الاماكن المفتوحة الفضية لكن اللي عايش في مكان منمك وجميل ومنظم مش بالضرورة يكون غالي ومش بالضرورة يكون غني لا بس يكون المكان نظيف ومرتب ده بالتأكيد ساعة لما يقرر يعمل ديكور هيتلع ديكور نظيف ومرتب نبعد عن الفوضى وما نشوفش اي قبيح يعني اي قبيح العين بتعتاد على الحاجات اللي بتشوفها لو انا دايما متعود ان انا اشوف حاجات مش جميلة يبقى انا هعتاد عليها ومش هطلع اي جمال واستاذ محمد طارق من القاهرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك او استاذ محمد الحمد لله خير وبركاتك يا رب الحمد لله تمام يا رب سؤال النهاردة دكتور عايز طريقة بسيطة عمل بيت اول حاجة تكون طريقة بصويرة وبسيطة تمام ايو وتاني حاجة تكون حاجة يعني حاجة زو مواجبا للعصر ايو ماشي مع العصر وماشي مع الدكور الحوالية كمان ايوة وثلاث حاجة تكون مدوم مجاسفة في الدكور مثلا اه يعني انت عايز المضمون المضمون اللي يوسلك لديكور حلو الناس تقولك حلو من غير ما تجازف يعني من غير ما تجازف في الأزعار وفي الدكور وكمان تمام تمام يا أستاذ محمد شكرا على عدد العقب يا فهم دلوقتي هو بيسأل ازاي يعمل دكور بيته من غير مجاسفة ويطلع حلو ومحدش يقوله بقى انت ليه عملته وليه ما عملتش فاللي هو المضمون يعني اول حاجة ان هو زي ما قلنا يتفرق كتير يعني اتفرق كتير على حاجة الصفح او مواقع متخصصة في الدكور بحيث ان انت يعني ما توصلش لحاجة غريبة او مشكوك مثلا نطلع زوقها مش حلوة او حاجة كده فطبعا كترة الفرجة على الصفحات خصوصا ان هي لازم تكون صفحات جميلة وواخدة ريتنجز عالي تقييم عالي لانه لو انا بتفرج على صفحة وحشة خلاص بقى يطلع دكور وحش بالتأكيد فاتفرج على الصفحات تكون واخدة ريتنجز عالية الحاجة التانية ممكن اروح معارض اتفرج عليها والحاجة اللي تعجبني اصورها او احتفظ بيها ممكن بقى اضمن حاجة ان انا اروح مثلا وعندي قوضة مربعة اروح اجيب من النت قوضة نوم ارجيب من النت قوضة نوم مربعة شبه قوي الفراغ اللي انا بعمله ضروري تكون شبهه يعني مثلا لو فيه في المواجهة شباكي اللي انا جبتها من النت فيها شباك واحاول اقلدها زي ما هي بكل تفاصيلها دي اضمن طريقة واغثر طريقة مع عدم اللي استعانى بمتخصصين فهي ان انا اجيب حاجة من على النت وقلدها دي مضمونة هتطلع حلوة ان انا انزل اشوف معرض واقلده اصور واقلده برضو دي مضمونة حتى لو كنت استعين ببعض الايتمز من معرض اللي انا شوفته الحاجة الاخيرة ان انا لازم استعين بقراء الناس اللي حوالي اللي هم يعيشوا معي في نفس البيت عشان ابعد عن الاستبداد يعني لان ده مش بيتي الوحدي فيه ناس تانية مشاركة في البيت فاخد قراءهم زي ما قلنا قبل كده اللي هي العاصفة الزهنية او البرينستورمي ممكن مهمة قوي واحنا بنحدد الديكور بتاعنا ان احنا نشوف الهدف من كل فراغ يعني انا عندي دلوقتي فراغ معيشي الهدف منه لازم احقق الهدف الاول قبل ما افكر في الجمال يعني مش ممكن اعمل مثلا الفراغ جميل وهو فاضي وما فيه وش كنبة يتقعد عليه او ان الكنبة تكون مثلا شكلها جميل وهي اساسا مش مريحة فالوظيفية دي مهمة جدا الحاجة التانية ان احنا زي ما قلنا بنشوف امثلة والامثلة دي لازم تكون متماشية مع البيئة بتاعتي يعني ما جيبش مثال مثلا من بلد شديدة البرد او شديدة الحر واقول والله انا هتبقه في مصر احنا الجو عندنا مسلم معتدل فمهمة او ان انا اروح اجيب مثال لبيت على الساحل او في البحر وجهته كلها زي زوانة عندي ما عنديش غير شباك متر وعشرين في متر وعشرين مهمة اوي ان الحاجات تبقى متشابهة مع الوضع اللي انا هعمله ابتدي اتفرر كتير وادخل بقى العناصر اللي انا حبيبها دي مع بعضيها بحيث ان انا اعمل تبتدي تطلع لي الحل بتاعي معانا مدخلة استاذ ابراهيم عبدالسلام من القايرة الصباح الخير يا دكتور اهلا صباح الفل يا استاذ ابراهيم ازاي حضرتك الحمد لله يا فندم الحمد لله ازاك يا دكتور عمر الحمد لله الحمد لله اكيد منور الشاشة ومنور مصر كلها يا خبر ده شرف لي يا كلمة جميلة ربنا يبارك في احترده لي سؤال بس فيه طمع شوية اتفدل اتفدل انا بعد اذن حضرتك ازاي يعني اضيف لمسة جمال على بيتي الحالة يعني بس من غير ثلاث حاجات ايه من غير تغيير ومن غير عمال ومن غير دكور ممتاز سؤال رائع وصعب بصراحة طب ومش هتشغلنا معاك يا استاذ ابراهيم يعني انت عايز انت تعمل كل حاجة واحنا ما نشتغلش لا 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 تحت امرك يا دكتور ده انت شرفنا ربنا يكرمك يا استاذ ابراهيم الله يخليك فاند ربنا يكرمك استاذ ابراهيم سأل ازاي انا دلوقتي الوضع الراهن للبيت عايز اجمله من غير ما ادخل حد الموضوع يعني بسيط جدا الصورة دي مناسبة او يا استاذ ابراهيم لو حضرك شايفها معنا اول حاجة اتخلص من كل حاجة انا مش محتاجها في البيت امسك الترابيزات دي كل الاسطح بتاعتي اشيل من عليها اي حاجة مش عايز لفازة ولا تقطوقة ولا مفرش ولا بتاعة زرع صناعي جتلي هدية في اسبوع ولا فرح الدهاني بمبونيرة قديمة كل الحاجات دي تتشال مية في المية مش عايز ولا واحدة وابتدي احط بس الحاجة اللي انا محتاجها في موضعها يبقى اول حاجة اتخلص اللي احنا بنسميه zero waste اتخلص من كل حاجة على الاسطح مفارش مش عايز مفرش كل الاسطح تبقى فاضية السجاجيد اشيل كل السجاجيد ما خليش غير سجادة بين القعدة يعني عندي كنبة واثنين فتاي تبقى حتة سجادة حتى اطرافها تكون بينة مش ضروري كل الارض اللي عندي في البيت اخبيها بسجاجيد وبسط ودوسات كل الزيتة دي كل ما خففتها كل ما كان البيت اجمل اللي هو احنا بنسميه المينمال او مينماليستك يعني اقل حاجة هي دي اللي بتحقق للجمال يبقى انا لا غيرت عبش ولا جبت مبيض ولا عملت ديكور ولا اي حاجة مجرد ان انا ازلت كل حاجة وابتديت احط الحاجة بحرص شديد واقل قليل زي ما بيقولوا يعني الحاجات القليلة دي لو انا هضيف حاجة باجي في كورنر كده واقول والله الكورنر ده انا قررت احط فيه زرع زي ما الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الزرع وقرار وضع الزرع في الديكور الزرع ده لازم يكون قريب من ضوء او ان انا انا ازل له حاجة تدي له ضوء صناعي بحيث ان هو يقدر يعيش فالزرع ممكن يكون من الاضافات البسيطة اللي انا ممكن اضيفها على المكان اشيل التابلوهات بقى اللي على الحيطة ما خليش بقى الحيطة مليانة تابلوهات وصور فيها الزكريات ماشي الزكريات على عيني وعلى راسي اشيلها لكن بالنسبة للديكور المينيماليستيك يعني اقل حاجة وانضف الاسطح بتاعتي واشيل كل الحاجات دي والحاجات اللي ملهاش لازم عندي او اوزعها او ابيعها يعني او اتخلص منها باي وسيلة هو ده اللي يحقق لي اجمل حاجة من غير ما استعين بتم متخصصين ببتدي بعد كده بقى والله اللون بتاع التنجيد بتاعي مش حلو ببتدي ادور على كفرات للليفينج روم او للسالون الكفرات دي بتبتدي تغير لي اللون كفر للسجادة لو كانت رسمة السجادة مش عجباني الكفرات مش محققة خلاص اغير السجادة الموضوع ده بابسط ما يمكن لكن الاساسي بالنسبة لي ان انا افضي الاسطح اشيل الصور من على الحيطان ابسط موضوع السجاجي ده والحاجات اللي زي ايدي ولو حبيت اضيف اي اضافة يبقى انا بضيف شوية زبع نرجع تاني للخطوات بتاعت التصميم بتاعنا بعد ما اتفرقت وعملت خطة وابتديت اشوف الايتمز بتاعتي واجمعها مع بعض ببتدي اعمل لها كومبينيشن مع بعض عشان اوصل للي انا عايزه ومهمة اوي تكون حاجات مبتكرة وفيها زي ما قلنا لمسة جديدة بستقر وقرر يعني الاستقرار على التصميم او الشكل العام والقرار الحاجة التانية بجيب وراء او قلم وابتدي اكتب ادون الحاجات اللي انا عايزها بالترتيب عشان الموضوع ما يتهش مني وما يدخلنيش في متاهات او ان انا ارسم لو كنت بقى وجيد الرسم لو ما ببيتش الرسم وجرد ان انا بكتب الحاجة اللي بعد كده ان انا بنزل اشتري الحاجات اللي انا محتاجها عشان اجدد البيت بتاعي فمرحلة الشراء دي مهمة ومهمة اوي ان انا وانا بختار اختار حاجات تكون موجودة في السوق المحلي يعني مروحش اختار مثلا من موقع زي فينترست وافاجأ ان الحاجات دي مش موجودة في مصر وده بيواجهنا كتير اوي في الديكور بلاقي مثلا عميل جايلي بصورة من تنترست او من اي موقع عالمي والحاجات دي مش متوفرة في السوق المصري لا مهمة اوي وانا بختار ان انا اختار حاجات متوفرة وموجودة عندي في السوق المصري اشتري الحاجات بتاعتي او لو هي في حاجات محتاجة تصنيع بقى صنعها عند اماكن متخصصة الحاجة معانا مدخلة استاذ احمد طه من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ازاك يا استاذ احمد ازاك يا دكتور عامل ايه الحمد لله يا استاذ احمد والله احنا نستفيد من حضرتك اسبوعيا ربنا يخليك يا استاذ احمد ربنا يكلمك معلش يا استاذ احمد اتفضل يا استاذ احمد ازاي اتعلم الدكور وكون ملمي بكل اركانه اه ده موضوع بقى كبير اه وبرده زي ما قلت قبل كده ان انت كده هتقعدنا في البيت لا انت لازم تجبنا عشان احنا لنعمل لك الدكور اه طيب تمام اه يعني ازاي انسان عادي اه عايز يعمل دكور بيته يتعلمه او يكون ملم حتى لو كان هيعمل شفتة للكارير بتاعه هيشتغل في الدكور طبعا ده ممكن اول حاجة وهي اصعب حاجة الدراسة المتخصصة سواء كنت هروح ادرس بارت تايم كده في اي معهد او او مكان بيدي كورسات او ان انا ببتدي ادور على اماكن بتدي كورسات اونلاين وانا قاعد في شغلي اسف بقى في شغلي لان انا المفروض في شغلي امدي الوقت كله للشغل بتاعي لا انا قاعد في بيتي بعد الدور بدل ما بضيع وقتي في الفرج على التلفزيون او بتاعه ببتدي افتح الكورسات دي وابتدي ادرس اونلاين قطرة الاطلاع على الصفحات وعلى الويب سايت المتخصصة في الدكور كل زي ما انا قلت في اول الحلقة كل ما اتفرجت كتير كل ما زودت عندي المفردات او الخلفية بتاعت الدكور بحيث ساعة لما استدعيها هتيجي معايا وهتطلع بعد كده هي بتطلع اوتوماتيك يعني انا بعد كده بشوف مكان من غير ما افكر انا شفته فين قبل كده بيروح الحلول بتبتدي التتورد لزهني وبنحل المشكلة حضور المعارض الدورية كتير اوي في مصر بنقرأ اعلانات عن معارض في المكان الفلاني اروح اتفرج على المعارض دي وابتدي ااخد الكتالوجات بتاعتها وارجع البيت اعود اتفرج عليها واحفظها كل ده بيخليني ابقى متخصص او يزداد وعي بالدكور وابقى ملمة بكل اركانه زي ما سعى الاستاذ احمد التدريب يعني انزل مع ناس بتعمل ديكور اقف معاهم اتفرج التدريب ده برضو بيخليني ابقى اكسبرت في الديكور وابتدي ااخد خيوط اللعبة زي ما بيقول وابقى فاهم ده بيتعامل ازاي وده بيتعامل ازاي والمشاكل وازاي نحلها لانه هو يعني 70% بتشغل الديكور مشاكل وبنحلها غير كده موضوع الرسم على الورق ده ابسط حاجة التعرف على كل ما هو جديد في الاسواق انزل اتفرج على الاسواق والذات اللي هي المعارض اللي بتبيع مستلزمات الديكور واشوف ايه الجديد اللي موجود هو ده اللي بيوصلني لان انا ابقى متخصص او ملم بجوانب الديكور معانا مدخلة استاذ حمدي الحسين من القاهرة اهلا يا دكتور اهلا يا حمدي الله يكلمك يا دكتور بعد اذن حضرتك يا دكتور بتعايز اعرف المواد الخامس والرسمات الجديدة وتكون مواكب العصر والموضة جديدة وكتعايز اعرف حيات ثانية زي مثلا الجيار دي دي طلاله ودي وبديل الركاب حيات دي سهلة اقدر اشتغل بيها والله صعب علي انا اشتغل بيها فكتور ما يكون معايا مثلا عمالة متخصصة اه عمالة متخصصة تمام يا استاذ حمدي هو ده على فكرة بيضيف على السؤال قبل كده بتاع استاذ احمد ازاي اعرف المواد والخامات الجديدة اول حاجة لازم زي ما قلنا قبل كده ان احنا نزور المعارض الدورية يعني انا مثلا في معرض كبير اتعمل مثلا في ارض المعارض المعارض ده بيبقى فيه شركات كتير عارضة سواء بويات او ماتيريالز جديدة زي بديل الرخيم والجي ارسي والحاجات دي كلها بليكسي جلاس يعني فيه مخامات حتى بنبتدي ناس معانها في المعارض دي ما بنكونش عارفينها احنا مهندسين الديكور فاول حاجة ان انا اروح المعارض المحلية الدورية عشان ابتدي اتعرف على الخامات الجديدة مهم قوي ان المعارض دي يكون في بلدي يعني ما روحش اتفرج على حاجة اونلاين ويلاقي مواد اه حلوة وجميلة بس مش موجودة في مصر وانا مش هستوردها لا انا بتفرج على الحاجات المتاحة القبيلبل في بلدنا الحاجة التانية الويب سايتس بادخل على المواقع اه وبابتدي اشوف ويفضل برضو زي ما قلنا وابل كده كزا مرة وبنزود عليهم مرة كمان ان لازم الحاجات دي تكون موجودة في مصر ما تكونش موجودة في برة واجي انا اطبقها في مصر ما لاقيش اه انزل اسواق اللي فيها محلات بيع مستلزمات الديكور زي مثلا العتبة الرواعي الاسواق دي رائعة بجد والله رائعة اه انزل مولات مخصوصة بتبيع مستلزمات الديكور اه اتفرج على الحاجات اللي موجودة هناك اه الحاجات دي كلها توجد لي حصيلة اه ان انا عرفت ايه المواد اللي موجودة في السوق معانا مداخلة ارجو بس كنت استوفيت الرد بتاع استاذ حمدي مادام هي بقى مصطفى من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام اهلا مادام هي الله يخاليك ازاي حضرتك يا دكتور الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك ربنا يمعدش اسمع البرنامج اللي لازم استفاد من خبراتك والله ربنا يكرمك يا مادام هي دلوقتي حضرتك استفادت جامد اوي في انواع الديكورات والماتيريال وبصراحة يعني افضت كتير بس انا كان نفكي في حاجة بسيطة اول فضلا انا عايزة بعض افكار كده بسيطة منها ترضي جميع الازواء وفي نفس الوقت تبقى غير مكلفة يعني تبقى مريحة للبصر تحفظ في ان الواحد عمل تغيير بسيط وفي نفس الوقت يعني يرضي الازواء وغير مكلف تمام افكد كده نستفيد من علمك بقى وخبراتك ما عليك احنا بنستغل لك في البرنامج لا ازاي بقى يا مادام هيبا نورتين دلوقتي عشان اعمل ديكور وارضي جميع الازواء لازم اعود مع جميع الازواء يعني وانا ببتدي اعمل ديكور زي ما قلنا قبل كده ما بقاش مستبد برأيي هاعد مع المشاركين اللي هي في البيت وابتدي اخد الانبوتس دي كلها واطلعها في الديكور سواء كنت انا اللي بعمله او حتى لو كان مهندس ديكور الحاجة اللي مهمة قوي يا مادام هيبا وانتي بتختاري الديكور ان تحاولي تعملي لمسة جديدة فيها ابتكار وبعد عن التقليدية طبعا زي ما قلنا قبل كده الوظيفية لازم احققها يعني اي سرير في الدنيا بيتحط عليه مرتبة ومخدة فالسرير كده مريح طيب شكل السرير بقى ظهره هل هو جلد كابتوني ولا قطيفة هل هو خشب هل هو حديد مشغول هل هو نحاس بعمدان وفينا موسية الاشكال دي كلها ديفيرستي يعني اشكال مختلفة هي دي اللي بتحقق للتميز والجمال لكن السرير نفسه مريح في كل الحالات مهم قوي ربنا لما خلق الناس ما خلقش اشكالهم زي بعض وبصمة كل انسان بتميزه عن غيره فمهم قوي وانا باختار الديكور بتاعي يبقى فيه بصمتي الناس تدخل عندي البيت تقولي انا ما شفتش الديكور ده قبل كده او بيتك متميز هو ده اللي بيحقق الجمال البسيط حتى لو كان بسيط بس هو فيه نوع من انواع التفرد وده مهم قوي لما بنزل اشتري مثلا لبس جديد بحاول ان انا اشتري لبس يكون مش عندي قبل كده او ملبستوش قبل كده اللي اذا كنت انا بقى شخصيتي هي بتحب الستامبا يعني وما بغيرش لا انا محتاج كل مرة بشتري حتة لبس جديد تبقى فيها تميز فهو التميز ده هو الديكور في حد ذاته يعني عشان اوصل لديكور حلو لازم الديكور ده يبقى متميز وزي ما قلنا قبل كده بنعد مع الافراد البقيين في الاسرة عشان في الاخر كلنا هنشارك بعض في العيشة في المكان ده معنا مدخلة انا زي ما قلتلكم والنهاردة كله مدخلات لانه الحلقة منكم وليكم يعني مدام فاطمة فاروق من القاهرة عليكم ازاي حضرتك عليكم السلام مدام فاطمة ازاي حضرتك الحمد لله والله بس لنا برنامج حضرتك بستفد من حضرتك كتير وخبرة حضرتك والله يا جماعة يعني ده كتير علي ربنا يبرك فيكم تشكر اوام فاطمة لو سمحت يا دكتور عندي استفتار ازاي اعمل حمام متميز وحديث وغير تقليدي تمام تمام يا مدام فاطمة انا عموما كنت هتطرق للموضوع ده ومحضر صور لي دلوقتي انا قررت ان انا اجدد الحمام بتاعي ازاي اطلع حمام حلو انا الاول هنزل اشتري سيراميك فازاي اطلع حمام حلو ومشتقليدي ازاي ما احنا شايفين قدامنا انا بعرض صور دي كلها حمامات فيها فكرة جديدة ومشتقليدي ومش ضروري ان الفكرة دي لا تكون مكلفة ولا تكون صعبة التنفيذ هي مجرد تاتش كده او ستروك بيعمله في الحمام بيخطف العين وبيديني شكل جديد اول حاجة ببتدي اتفرج زي ما قلنا قبل كده باتفرج على مجلات او مواقع واختار حمام عجبني او الجو العام بتاعه عجبني ببتدي احلل الحمام ده بشوف الحيطان بتاعته معمولة ايه مثلا هل هي معمولة نوع سيراميك واحد ولا نوعين زي ما انا شايف الاندلوسي مع السادة مع الحجري او الخشبي ده ببتدي احلل السيراميك بنزل معارض السيراميك اللي هي بتبيع سيراميك للشركات وما شاء الله السيراميك في مصر المحلي ممتاز ممتاز يعني الشركات متنوعة كتير قوي وكل انتاجها ممتاز يعني احسن كمان من المستورة فببتدي اروح اختار من السيراميكات اللي موجودة في معارض السيراميك الحاجات المشابهة للصورة اللي انا عجبتني يعني لو انا زي ما شفنا في الصور كده اللي عجبني الاندلوسي هلاقي كذا اندلوسي بكذا درجة لون خلصت الاندلوسي ببتدي اركب ماتش معاه بكده يبقى انا اخترت من السوق المحلي وابعد دايما وانا بختار السيراميك عن المجموعات يعني ايه المجموعات اللي هو الماتشينج والستيلو بتاع الزمان ما لقيتش او فيه حيطة محيراني بحط فيها جرين وول او بجلدها بمراية كل ده بيبتدي يوجد لي حمام مش تقليدي وزوقه معاصر وفي نفس الوقت سهل التنفيذ بكده نكون وفينا باسئلتكم ونمينا زوقنا من غير ما استعين بمهندس ديكور ومن غير حاجة متخصصة ومن البضاعة اللي موجودة في السوق المصري ان شاء الله موعدنا يوم الاربعة اللي بعد الجاي مع حلقة جديدة من دليل اكليد ديكور مهندس عمر جلال سعدة شكرا موسيقى شكرا